طيب زي ما قلت لكم فيما يخص اخبار النادي الاهلي فمودست خلاص موجود في القاهرة النهاردة الناس جابوه بقى في المطار وسوره في ارض الملعب وسوره وبياخد جلسة التصوير ونهاردة مارسي كورر قعد عمل جلسة يعني مع مودست مهاجم الفريق الجديد بعد ساعات من وصوله مباشرة الى القاهرة وكانت الجلسة للحديث عن المرحلة اللي جاية للفريق والترتيب لها ومصدر اللي لنا فيه رقم 10 ان مارسي كورر مش ميال اوي انه يبدأ بمودست اساسي فيه مباراة السوبر اللي جاية بس ممكن يبقى موجود مع الفريق على الدكة لو الاهلي انهى امور الكيد بتاعته وكذا كده الاهلي لازم ينهي الكيد بتاعته قبل يوم الاربع القادم هو حاليا بيسكن فيه شقة قريبة من النادي والفترة اللي جاية ممكن يتنقل لفندق قريب ايضا من مقر النادي الاهلي يعني ان شاء الله انا توسم فيه خير مع النادي الاهلي باذن الله مهاجم سيفي رائع جدا سيفي رائع جدا والجدل عليه كان كتير بس الاهم في الملعب يبقى مهاجم كويس ده اهم حاجة نادي الاهلي النهاردة لعب مباراة ودية قدام طلاع الجيش وفاز بهدف دون رد في المباراة الودية اللي اقيمت بينهما اليوم الاثنين ساعدا للموسم الجديد سجل هدف النادي الاهلي مروان عطية من ركلة جزاء في الوقت اللي اهضر فيه رضا سليم ركلة جزاء رضا سليم الوافر الجديد للنادي الاهلي في المقابل مصطفى شبير حارس مرمى النادي الاهلي تصدى لركلة جزاء من فريق طلاع الجيش هايل هايل الكل بيستعد الكل بيشتغل عشان نشوف فرق قوية جدا الموسم اللي جاي سواء اهلي بقى زمالك اسماعيلي بيرامدز فيه اتشار اتحاد كل الفرق كل الفرق يعني بدون ما ننسى اسماء يعني لالي بكرا مسافر السعودية خلاص لخود مباراة السوبر امام اتحاد العاصمة الجمعة اللي جاية مرسل كولر قرر استحاب كل اللاعبين تحديدا كمان السناء المصاب عمر السلية وياسر ابراهيم خلال الرحلة عشان تكون عملية تأهلهم تحت اشرافه وكمان عشان لو الاهلي قدر لها الفوز بالبطولة ان شاء الله يكونوا هم كمان بيتم تكريمهم في هذه المواجهة طيب منذ لحظات منذ ثواني قليلة النادي الاهلي اعلن رسميا عن صفقة مودست قلولي يا جماعة النادي الاهلي اعلن موسم ولا موسمين وهو كلام كله كان اعلن موسمين فطي انا مش عارف زمايلي سمعيني هو موسم ولا موسمين قلولي يعني لو موسم وموسمين حسب ما النادي الاهلي اعلن رسميا على البيانة الرسمية هو لسه الاهلي ما اعلنش عن الفترة بس حسب معلومات ان هو موسمين زي ما قلت لكم مبارح موسم اول على حسب الموسم الاول ونسبة المشاركات ونسبة الاهداف هيبقى بعدها نشوف هيحصل ايه يعني نشوف هيحصل ايه هل يجدد تلقائد الموسم التاني ولا يكتفوا بيه الموسم الاول موسم وحيد ده اللي هنعرفه ونشوفه على حسب مستوى اللاعب ان شاء الله موسيقى